كثيرة هي الملاحظات التي شخصت على قانون الدعم الطار للأمن الغذائي والتنمية حثف واستحداث لكثير من فقراته وتقليص للمبلغ المالي المحدد فيها كذلك إلغاء الاقتراض الداخلي والخارجي أما شرط تمريره وبحسب نواب فإنه يكون بتحديد سقف زمني يجبر الحكومة القادمة على الإسراعي بالتقديم مشروع الموازنة الاتحادية كان هناك أدت ملاحظات على مضمون القانون أولا الإسم ثانيا الفقرات اللي داخل مثلا إحنا كنا ويمسح موضوع التنمية المشروع تخص فقط أمن الغذائي إذا كانت هناك سقف زمني معين وتجبر الحكومة بإرسال الموازنة بشكل أسرع راح يكون عليها تصويت نحن بحاجة قوانين لأنه الوضع الاجتماعي والمادي بالنسبة لكثير من الجمهور وضعنا تعبان نحتاج له كذا قوانين أما المواطن فيراه قانون منصف لما يقدمه من دعم للعوائل الكادحة ويطالب البرلمان بضرورة إنهائه والإسراع بالتصويت عليه نرحب بهذا القانون الذي هو أكيد ينصف المواطن ويؤمن له ما يحتاجه من المواد الغذائية ونحن نشد على أيدي الحكومة ونعمل أن يتم التصويت بالكامل ويشرح هذا القانون لكي يستفاد منه خصوصا الطبقة الفقيرة والطبقة المعدمة طبعا هو مبادرة جيدة وخاصة إذا يتعلق بالقوة المواطن فخاصة يعني خاصة تخصيص ماتر يخص البطاقة التنموينية الجدل الذي رفق هذا القانون بسبب فقارات وجدها أعضاء البرلمان غير منصفة ولا تتوافق مع متطلبات الوضع الراهن لكنه لم يتبقى إلا التصويت عليه بعد التعديلات التي اقترح النواب وهو ما طالب به المواطن العراقي الذي رحب بهذه الخطوة الإيجابية التي اتخذتها حكومة الكاظمي من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر